خلافاً لوعود الحكومة بخفض الدعم عن الوقود بداية العام المقبل كشفت ميزانية الجزائر الجديدة عن تراجع الحكومة عن هذه الخطوة في محاولة لاحتواء الشارع الجزائري قبيل الانتخابات الرئاسية العام المقبل حيث أفاد خبراء بأن بيانات مسودة ميزانية العام 2019 تظهر زيادة نسبتها 7% في الإنفاق على الدعم التي يشكل 21% من الميزانية تأتي هذه التعديلات بعد أن وافقت الحكومة في وقت سابق على فرض ضرائب على بعض المنتجات وزيادة أسعار الوقود المدعم إلا أن المسودة الحالية لا تشير إلى أي من هذه الخطط فيما طالب دبلوماسيون ورؤساء شركات بشفافية أكبر في إدارة الأعمال في البلاد معتبرين أن التراجع عن خفض الدعم قد يزيد من حالة الارتباك بين المستثمرين ويعطيهم انطباعا بأن الحكومة غير جادة حول الإصلاحات الموعود بها خاصة فيما يخص رغبة الحكومة الجزائرية التقليل من اعتمادها على إرادات النفط والغاز التي تشكل 60% من ميزانيتها إضافة إلى تعزيز القطاعات غير المرتبطة بالطاقة وخلق مزيدا من فرص العمل وشهدت الجزائر قبل أشهر مظاهرات احتجاجية شعبية في الجنوب بسبب ارتفاع نسب البطالة وغياب التنمية هذا فيما تستعد لخوض انتخابات رئاسية ربيع العام المقبل لاختيار رئيس لمدة خمس سنوات جديدة